بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رئ تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم آيذا كنا ترابا آيذا كنا ترابا آينا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أوزل عليه آية من ربه إنما أنت منبغ ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة التبيغ المتعال سواء منكم من أشر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهير له معقبات من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح وعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكفرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حرية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سره وعلاني ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدين جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدين الله يبسط بذق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليه من الذي أوحينا إليك لتتلو عليه من الذي أوحينا إليك وهم يطرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه ذوكلت وإليه مآب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يجأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يدال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مطرهم وفذوا عن السبيل ومن يغذل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أقلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه معاب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحشاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نف وسيعلم الكافر لمن عقب الدين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اشتركوا في القناة